السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله المعرضة هنبدأ في الجزء الرابع من البلد التاني لمادة TT284 هنتكلم على Server Site Language انا عندي نعيم اللغات البرمجة يعمى بتشتغل على Client Site يعمى Server Site ال Client Site مثل Java Script او Visual Basic Script بينما اللغات اللي بتشتغل على Server Site ممكن تكون مثل Java او ASP.NET او PHB اول لغة هنتكلم عنها هي Java اللي هي Open Source Object Oriented Language حضرتكوا عارفين Object Oriented معناها ان اللغة التعامل مع العناصر اللي موجودة فيها كـ Objects كل Objects بيكون مجموعة من الـ Properties الخواص والـ Event اللي هي الأحداث اللي بتحصل عليه بالإضافة لمجموعة من الـ Methods اللي بيتم استخدمها لتحكم في العنصر نفسه الـ Java موجودة Free على الإنترنت ممكن حضرتكوا تحملوها من موقع شركة Oracle ممكن تشتغل على أنظمة مختلفة من الـ Operating System زي Windows و Linux و Macintosh الـ Java احنا ممكن نستخدمها عشان ننشئ برامج Desktop او ممكن نصمم بيها مواقع إنترنت لو احنا بنعمل سكريبتات بتشتغل على السيرفر فبيسموها Servlet وفي الحالة ديت لازم يكون السيرفر اللي موجود عندي بيدعم الجافا ومن أشهر السيرفرات سيرفر Tomcat إذن Using of Java إن Web Technology requires بيحتاج من الويب سيرفر اللي موجود عندي لازم يدعم الجافا أشهر سيرفر بيدعم الجافا هو Tomcat ننجي بعد كده نتكلم عن .NET Framework هو عبارة عن ملفات معينة بتسمح لأي كود تم كتابته باستخدام السي شارب او الفي بي دوت نت او الجا شارب او الاسي بي دوت نت إنها تشتغل بصورة عادية على جهاز المستعدني لو أنا صممت موقع باستخدام الاسي بي دوت نت يبقى لازم السيرفر اللي حيكون موجود عليه الموقع بيدعم صفحات الاسي بي دوت نت أشهر سيرفر بيدعم الاسي بي دوت نت هو اللي هو الاسي بي دوت نت اللي ممكن يشغل صفحات الاسي بي دوت نت بالإضافة لصفحات البي اتش بي نتكلم عن البي اتش بي اللي اختصار الاسم بتاحه بري بروسسور هاي برتيكس هي عبارة عن اوبين سورس سيرفر سايد سكريبتينج لانجوج البي اتش بي أنا بستخدمها فقط لتصميم مواقع الانترنت ماقدرش عمل بيها ديسك توب ابلكيشن البي اتش بي هي عبارة عن جينيرال بيرجوس لانجوج لغة عامة الاستخدام لتصميم مواقع الانترنت لانه يمكن ادركها بسهولة جدا في صفحات الويب اللي هي الاتش تي ام ال البي اتش بي جزء من مكونات اللامب سوفتوير ستاكا لامب جاية من اختصارات اربعة اللي هي لينكس بتتعرف الوبراتينج سيستم الويب سيرفر اسمه اباتشي ماي سيكويل هو الاتابيس سيرفر والبروغرامينج لانجوج اللي هي البي اتش بي يبيز ان البي اتش بي جزء من اللامب بروجيكت اللامب بروجيكت بي الضراج مختلفة تبعا لنظام التشغيل المستخدم ياما بيسموه وامب في حالة الويندوز يبقى ويندوز اباتشي ماي سيكويل بي اتش بي او في حالة الماك هيسموه مامب يعني ماك اباتشين ماي سيكويل وبعدين اخر حاجة اللي هي البي اتش بي نتكلم دلوقتي عن مجموعة من المعلومات عن البي اتش بي بيقولي هنا ان البي اتش بي والجابا سكريبت بيتم ادراتكم جوه صفحات الHTML لكن الفارق ان البي اتش بي هي سيربر سايد سكريبتينج لانجوج لكن الجابا سكريبت هي عبارة عن كلاينت سايد سكريبتينج لانجوج ببعضا لتشغلين البي اتش بي على الكمبيوتر لازم الويب سيربر اللي موجود عندي يكون داعم للبي اتش بي اشهر الويب سيربر اللي بتدعم البي اتش بي هو اباتشين عندي سيربر قاعد البيانات اللي اسمه MySQL MySQL هي عبارة عن قاعد البيانات Open Source بتديني برفورمنس عالي ومضمونة وبيتني استخدامها على عدد كبير جدا من السيرفرات او من المواقع على الانترنت MySQL بتشتغل على انواع مختلفة من ال Operating System زي الWindows، الLinux وغير ذلك هي صفحات البي اتش بي بتشتغل ازاي؟ اول حاجة الويب براوزر بيبعت request للسيرفر بيطلب منه صفحة بي اتش بي صفحة البي اتش بي ديت ممكن يكون جواها كول للتعامل مع MySQL يبقى المفهود ان السيرفر هيعمل بروسسنج لصفحة البي اتش بي اللي قد تحتاج للتعامل مع MySQL سيرفر ويجهز البيانات ويبعتها الويب براوزر يبا اذا عندما يطلب البراوزر صفحة بي اتش بي من السيرفر بيتم احضار الصفحة بيحصلها حاجة اسمها Fetching وبيتم تنفيذ اي بي اتش بي سكريبت داخل الصفحة قبل لما نبعث الريزلت لاليوزر باستقرام ال HttpResponse عاوزي بنعرف دلوقت ازاي البي اتش بي بتشتغل؟ المفروض ان الويب براوزر بيبعت PageRequest يطلب صفحة بي اتش بي من الويب سيرفر الويب سيرفر بيعمل بروسسنج لصفحة البي اتش بي وينفز الاوامر اللي موجودة جواها اللي ممكن يكون جواها اوامر للاتصال مع قاعدة البيانات MySQL على سبيل المثال الناتج من تنفيذ اوامر البي اتش بي كلها بيعادل الويوزر على شكل HttpResponse طبعا احنا قلنا انه اكواد البي اتش بي بيتم ادراكها داخل صفحة الHTML طيب ايه هي الطريقة المستخدمة؟ الطريقة لادراج كود او سكريبتات البي اتش بي داخل صفحة الHTML ان احنا بنكتب علامة اقل منه وبعدين علامة استفهام ونكتب بي اتش بي وبعدين في النهاية بنكتب علامة استفهام وعلامة الاكبر منه وبين العلامتين بنكتب الكود الخاص بي البي اتش بي بتاعنا صفحة البي اتش بي لازم يتم حفظها بالامتداد بي اتش بي لو حفظتها بامتداد HTML معنى كده انه مش هيتم تنفيز الاكواب اللي موجودة فيها وحطن عرض زي ما هي في حالة المتغيرات في لغة البي اتش بي فاحنا بنستخدم دولار سايند قبل اسم المتغير ونقوم يساوي ونكتب الباليو الخاصة به لو هو رقم بين كتب زي ما هو لو هو سترينج بنضعه ما بين العلامات تنصيص وخلي بل حضرتكم ان البي اتش بي هي عبارة عن مقصود بها ايه ان انا متحددش نوع المتغيرات عند التعريف ما بقولش مثلا دولار ايه وانتجر او فلوت او سترينج نشوف المثال البسيط اللي جاي ده هو بيقولي هنا ان انا عرفت متغير اسمه باي سترينج ووضعنا في القيمة اللي اسمها لو حضرتكم لازم تلاحظوا ان كل جملة من الجمل البي اتش بي كما هو الحال في الجافا سكريبت بتمتيه بفصلة منقطة لتضاعة سترينج جوه لغة البي اتش بي بنستخدم الايكو فانكشن على سبيل المثال احنا عندنا هنا سكريبت بسيط بيبدأ بتعريف متغير اسمه ماي سترينج القيمة اللي موجودة فيه كلمة هلو يبقى نقول هنا دولار ماي سترينج بيساوي هلو حضرتكم تلاحظوا ان انا حاطط النص ما بين علامات منصيس وان كل امر من اوامر البي اتش بي ينتهي بفصلة منقطة السطر الثاني ينقول ايكو دولار ماي سترينج وبعدين فصلة منقطة لو انا شلت علامة الدولار حيطبع كلمة ماي سترينج وفقط لكن لان انا موجودة قبل كلمة ماي سترينج الدولار فهو هيستبدلها بيه قيمة المتغير اسمه ماي سترينج اللي هي هلو السطر الثالث احنا ممكن نستخدم البي اتش بي لطباعة اوامر اله تي ام ال بس هنا مش هيطبع الاوامر نفسها هو هيطبع الناتج بتاعها على سبيل المثال احنا كدين ايكو وبعدين اتش فايف ايلوف يوزنج البي اتش بي اللي بيحصل ان البي اتش بي بروسسور بينفز الكود ده فالناتج هيظهر اللي هو ايلوف يوزنج البي اتش بي بس العنوان هيكون بخطة عريض عشان نعمل concatenating ليه السترينج يعني لز لصق الحروف مع بعضها كنا في حالة الجاباسكريبت بنستخدم زائد لكن في حالة البي اتش بي بنستخدم الضت اوبريتور على سبيل المثال انا معرف هنا متغير اسمه ايه والقيمة بتاعته كانت هلو وعرفنا هنا متغير تاني بي والقيمة بتاعته كان وارلد وبنقول للبي اتش بي انها تضعني دولار اي وبعدين هنا دولار بي مع وجود مسافة في النص فاللي هيظهر هيكون كلمة هلو اللي هي بديل او القيمة بتاعت المتغير ايه ومسافة اللي هي في النص موجودة هنا وبعدين يشيل البي ويستبدلها بالقيمة الخاصة بيها اللي هي وارلد كومنتينج للبي اتش بي كود استخدام الكومنت في الكود بيسهل من عملية فهم الكود في مرحلة مستقبلية يعني انا عملت برنامج البرنامج ده مكون مثلا من عشر طلاق سطرة لو ما كانش فيه كومنتينج للفانكشنز اللي موجودة عندي وللبلوكات او للكلاسات اللي موجودة في البرنامج انا كبروغرامر حتوه جوه الكود ده وده يبقى لازم يكون فيه كومنت بتعرف اليوزر في وظيفة الفانكشن دي او الكلاس دي كمان من اهم وظيف الكومنت ان انا باستخدمه لعمل الديباغينج يعني انا عندي عشر تلاف سطرة وانا حاسس ان الارول ممكن يكون في السطرة لغاية 500 ممكن يكون مثلا من 410 لغاية 480 فانا بعمل كومنت بعطل السطور من 480 ل500 ازاي بان انا اخلي كل سطور دي عبارة عن كومنت وبالتالي البي اتش بي مش هتنفسه يبقى اذا انا باستخدم الكومنت في عملية مانتينج للكود او عملية الديباغينج للكود اللي موجود عندي البي اتش بي بتديني اكتر من طريقة لعمل الكومنت ياما شرطتين ما يليم تغنيمها مع سطر واحد من الكومنت او ان يكون سلاش وبعضين نجمة مع اكتر من سطرة النمطين دول النمط الاول ورقم ثلاثة هم نفسهم المستخدمين مع الجوفاسكريفت اشتركوا في القناة